هنروح للرجال كرة السلة رجال مبارح الحمد لله فوزنا في المبارايتين اللي نقلناهم على شاشة قناة النادي الاهلي كما وعدناكم ان احنا دائما ابدا هنكون قدر استطاعتنا جنب ابطالنا مبارايتين مبارح كانوا في صالة محمد حسن حلمي بمقر نادي الزمالك في ميت عقبة ونقلنا المبارايتين لحضراتكم المبارايتين انتهوا بالفوز الحمد لله تمام المبارايتين لحضراتكم على الهواء مباشرة فرقة المرتبط بقادة كابتل محمد أشرف توفيق ابن القدير كابتل محمد أشرف توفيق وهو على فكرة واخد نفس خطى والده في تدريبه العالي في امكانياته في تركيزه في الباسكتبول فاز مبارح والرجال فازوا واحد وتمالين ستة وستين في مباراة شهد التفوق النادي الاهلي منذ البداية للنهاية من أول سنة إلى آخر سنة يمكن أفضل النتائج كانت النادي الزمالك هو التعادل في الكوارتر بداية الكوارتر التالت ولكن سرعان ما استعد تركيزه لعبة النادي الاهلي وفرقوا في الكوارتر التالت والرابع فيه أوقات وصل الفرق ستة وعشرين وسبعة وعشرين نقطة ولكن انتهى في النهاية خمستاشر نقطة طيب الاحتمالات نائية النهاردة عندنا مباراة مبارايتين قادمتين في يوم الجمعة صالة الأمير عبدالله الفصل لسه مش جاهزة لصدافة المباراة عندنا حدثين مهمين أهم حاجة في الصالة هي الصيانة بيتم صيانة الأرض الملعب بشكل كبير وده كان طلب من جميع الأجهزة الفنية إن يحصل صيانة الأرضية وكالعادة مجلس الإدارة بقيادة الكابت المحمود الخطيب والنائب معالي الوزير العام الفاروق المتمنال ودايما هدل ندعي إن شاء الله أن ربنا يشفيه ويعود مرة أخرى ينور الملعب وينور تاني النادي الأهلي كل المجلس الحقيقة استجاب لطلبات الأجهزة الفنية ويعني بدأت الصيانة وفي جماعة مهمية كمانية من جمعة يعني في كلا الأحوال مش هيقدر النادي الأهلي يستضيف مباراة الأهلي والزمالك فروحنا غالبا أو مش غالبا خلاص بنسبة 100% لصالة حسن مصطفى مجمع الدكتور حسن مصطفى عشان نلعب عليه المبارايتين ما هي الاحتمالات؟ الاحتمالات كالآتي إن شاء الله في حالة فزنا في المرتبط هو الأقرب لأن فرقة المرتبط عندنا بتضم عدد كبير من اللعيبة على مستوى عالي أبرزهم طبعا محمد خيري وطبعا عمر عصام السنتر طبعا 2 متر 15 أو 2 متر 12 عندنا مجموعة من اللعبين أبرزهم دور طبعا كل اللعيبة جيدة جدا في عبده كمان يعني مستوى جيد جدا عندنا مجموعة من اللعبين جيدين فإحنا رايحين إن شاء الله إحنا مفوز في مباراة المرتبط هيبقى مباراة الكبار تحصيل حاصل خلاص إنت كسبت ثلاثة من أصل أربعة فمباراة الكبار هكون تحصيل حاصل طيب الاحتمال الثاني أن الفريق الصغار يخسره كل شيء وقالت في الرياضة ولكن هتبقى أنت محتاج تخسر أكتر من 15 نقطة من الكبار عشان نادي زمالكة أهلها لحسابك بتهيئل إن شاء الله الأمور أو الاحتمالات كلها إحنا بنتكلم على احتمالات إحنا ما نتكلمش عن ثقة ولا ثقة زائدة أنا بتكلم يا جماعة عن احتمالات عمر ما نادي الأهل بيبقى عنده ثقة زائدة دي هم نتكلم عن الاحتمالات الأقرب للحدوث الاحتمالات إن شاء الله بالفوزن اللي احنا عملناه وده وضع طبيعي نادي الأهل هيكون أقرب إلى التأهل لدور قبل النهاية طب في حالة تأهلنا لدور قبل النهاية هنلاقي بالكسبان من الاتحاد والجزيرة يعني أكيد الجغرافيا والتاريخ والحاضر والمستقبل وكل شيء بيرجح كافة الاتحاد خاصة كمان أنه فاز في مباريتين الأولى الصغار والكبار دي طبعا لقطات من مباراة مبارح اللي شرفنا من الشباب ده عمر عصامة اللي كنت لسه بكلم حضراتكم عليه وده محمد خيري برضو اللي لسه بكلم حضراتكم عليه اللي عايز أقوله إنه الاتحاد هتأهل هنقابله إن شاء الله بنسبة كبيرة في حالة تأهلنا في قبل النهاية هتقول لها كابتن طب إزاي بنقابل الاتحاد في قبل النهاية هقولك إنه القرعة لخبطت شوية بسبب إنه إحنا ما خدناش أول مجموعتنا فالمطشاط اتعاكست بشكل معين اضطرنا طبعا أول القرعة وقعتنا أو سكتنا جات في الاتحاد وده غالبا هيكون نهاي مبكر ده غالبا هيكون نهاي مبكر طب ليه نهاي مبكر ده طبعا مباراة الرجال زي ما حضراتكم دي كانت في نهاية المباراة يعني أو لا دي بداية المباراة أول دي أتبعون تحطى عمر زهران دي ما تتنسيش أبدا طيب إحنا يعني مباراتنا مع الاتحاد هتبقى قوية جدا عندهم مرتبط قوي لو إن شاء الله في حالة أهلنا يعني عندهم فريد درجة الأولى مع طبعا جهازه الفني الجديد واللعبين حصل فيهم تغيير بعض الشيء هتبقى مباراة نهاي مبكر طب النحية التانية في هنا غالبا سبورتنج ممكن هو اللي يتأهل للفاينال اللي بيقوده طبعا كابتن أشهر في توفيق يعني بإذن الله يعني نعدي بس الأول من الزمالك معك لكل مقام المقال مع نادي الاتحاد السكندري